خبر الثاني وهو متعلق بتزاكر مباراة الاهلي والفريق اللي يواجه الاهلي في لقاء المركز الثالث بحثة النادي الاهلي توصلت النهاردة صباح اليوم في أبو ظابي مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لاستبيان الموقف وتحضيح الموقف بخصوص تزاكر المباراة القادمة اللي هيخدها الاهلي ان شاء الله يوم السبت القادم الساعة الثالثة عصرا في ملعب النهيان لتحديد المركز الثالث والرابع في هذه البطولة وهو اليوم الختامي اللجنة المنظمة أفادت وردت بشكل رسمي على النادي الاهلي أن هناك خمسة ألاف تسقرة تم طرحها وتم بيعها وتسويقها أونلاين من خلال موقع الفيفا وقت طرح تزاكر بطولة كأس العالم للأندية من خلال الحجز الإكتروني لفئات متنوعة وطبعا غير محددة وبعدها تم إغلاق السيستم الخاص بالتزاكر لحين تحديد الطرف اللساني للمباراة اللي هيواجه الأهلي وهو ساعتها الفريب أهلي هيكون خاسر من مباراة تشيلسي والهلال السعودي وهذه المباراة تتلعب النهارة زي ما أنتم عارفين الساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة عقب نهاية هذه المباراة هيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة التالت والرابع الملعب إحنا عارفين أنه بيتطرح بالضبط 80% من ساعة الملعب الملعب بيسع بعد تحديد 80% حوالي عشرة ألاف متفرج يعني هيتم طرح أو تم طرح خمس ألاف والنهاردة بعد مباراة تشيلسي والهلال هيتم طرحه أيضا خمس ألاف تسقرة إذن على جماهير النادي الأهلي الراغبة في حضور هذه المباراة وتشجيع الأهل ومسندة الفريق عقب نهاية مباراة تشيلسي والهلال السعودي يسارع بسرعة إلى السيستم الأونلاين الخاص به حجز تذاكر الفيفا عبر الموقع الرسمي عشان يحجز النسبة المقررة المتبقية وحوالي خمسة ألاف تسقرة وبإذن الله إن شاء الله هيتمكنوا من حجز هذه التذاكر عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في المباراة السابقة وأنا عزر الجمهوري الجمهور أكيد نفسه يحضر وعايزي ساند لكن عموماً اللي حصل في المباراة السابقة إن شاء الله ما يتقررش في المباراة القادمة وزي ما قدامنا هون نادي الأهلي النهاردة وضح بشكل رسمي لكل جماهيره في كل مكان الإيميل الرسمي والتواصل الرسمي اللي حصل مع اللجنة المنظمة عشان الجمهوري إزاي يحضر في المطش القادم شيء إيجابي إن التذاكر كلها ما اترحتش قبل ما يتحدد أطرافها لا اترح خمس تلاف وبعد مباراة النهاردة هترح كمان خمس تلاف وأتمنى بإذن الله جمهوري الأهلي جاهز لحجز الخمس تلاف في خلال ساعة من نهاية مباراة تشيلس والهلال وإحنا متعودين دايما من جمهوري الأهلي دايما بيصنع الحدث وهيقدر يحجز وإن شاء الله بإذن الله هيكون فيه حضور موايز لجمهوري الأهلي في مباراة المركز التالت لعشان كلنا نفرح بإذن الله في ختم البطولة بالميدالية البرونزية اشتركوا في القناة